أهلا بكم انتهينا بالحلقة الماضية بتأكيد أن نظرية التطور علم زائف تماما فعلاوة على أنه لا يمكن إثبات ما أتت به النظرية كمان لا يمكنها الإجابة عن الأسئلة أو العقبار يلي بتأكد استحالة نشوء واستمرار الحياة بالطريقة اللي فترضتها نظرية النشوء والأرتقاء واليوم عمنا عقبة جديدة لا يجرأ أحد من التطوريين على بحثها أو الإشارة إليها لأن مثل ما قلنا بعقبات سابقة بيكتفوا أنهم بيعتبروها تحصيل حاصل فما بيسألوا السؤال البديهي اللي رح نسأله هلأ جاهزين؟ تفضلوا الهيكل العظمي للإنسان وعدد كبير من الكائنات الحية هو الأساس يلي بينبنى الجسم عليه وما رح انتقد نظرية التطور عن طريق البحث بالدقة المزهلة للبناء الدقيق للهيكل العظمي مع أنه هات بحث مشروع لكن أنا بدي ركز على خاصية وحدة بنمو العظام يلي لا يمكن أن يتم تفسيرها بشكل تطوري وبتجعل فرضية التطور مستحيلة بالمطلق طبعا هالخاصية موجودة لدى كل الكائنات الحية دوات الهيكل العظمي لكن اختصارا رح نبحث الموضوع فيما يخص الإنسان جاهزين؟ تفضلوا عفوا شاكتكم تفضلتوا قبل شوية ما علينا خلونا نكمل قبل ما نحكي هالخاصية خلونا نستعرض الهيكل العظمي بشكل سريع الهيكل العظمي هو عبارة عن الأساس اللي بيحمل جسم الإنسان ويحافظ على الشكل العام للجسم وعنده مهمة كتير خطيرة وحساسة وهي حماية الأجهزة الحيوية كالدماغ والقلب والريئتين يلي طبعا لا يمكن يقدوا وظيفتهم الجوهرية بالحياة بدون الهيكل العظمي المصمم لحمايتهم ولا سيما حماية النخاع الشوكي ويلي بقون بها المهمة بكفاءة عالية العمود الفقري بالإضافة لمهامه العديدة واللي ما بيتساع المجال لذكره وبالهيكل العظمي منلاحظ وجود مفاصل ثابتة مهمتها السماح للجسم بحماية الأجهزة الحيوية ومقاومة الجاذبية ومفاصل متحركة مهمتها مساعدة الإنسان على الحركة وأداء المهام اليومية وسبحان الطبيعة بتلاقيها موضوعة في أماكنها المناسبة يعني بتلاقي مفاصل يد تماما مناسبة للاستخدام الأمثل مثلا أنا انكسر عندي رأس الكعبرة واللي في خاصية بيسموها خاصية الكب والاستلقاء فأنا فقدتها وقتها طبعا هلأ استرجعتها جزئيا الحمد لله وطبعا لو ما كان المرفق مثلا بهذا المكان أكيد ما رح نقدر نتناول الطعام مثلا بالكفاءة المعهودة لكن تخيلوا لو كان هون مثلا أو ما كان في مرفق قدش كنا بدنا نعاني لناكل أو قدش لازم يكون طول الشوكة ما علينا مع ذلك رح اعتبر كل هاد حصل تطوريا وما رح زعل التطوريين لأن هيك بينمغصوا لما حدا بيحكي بدقة التصميم والأداء المثالي التكامل الأجهزة للجسم وهيك فما رح زعلون لا أنا رح أحكي بالخاصية يلي أشرت إلها بأول الحديث ويلي أزعم إنها كافية لنسف فكرة التطور من أساسها قبل ما أقولها الخاصية سبحاني قولنا طفت قلبنا أقولها الجهرة وخلصنا هو ما قال قول بس أنا رح أقول الخاصية يا سادة هي النمو نمو العظام مو بس أصدي النمو العادي خلينا نسميها نمو العظام الذكي عظام الإنسان يا سادة تبدأ بالنمو بشكل متناسق ومتماثل بحيث لا يطغى وعطو على آخر أو العظام المتماثلة أو المتعاكسة كمان تنمو بنفس الطول والقطر والسماكة ويبدأ هذا النمو من أول مراحل تشكل الهيكل العظمي ويستمر في فترة الطفولة بعدين يزداد فترة مراهقة حتى سن التاسع عشر تقريبا بعدين يزداد بوتيرة أقل لسنة أو سنتين بعدين يتوقف تماما بعتقد عرفته شو السؤال اللي بدي أسألوا التطوريين أصلا الشغلة كنت أحكيها قبل ما أقول الخاصية إنه إذا بتبحثوا عن أطول رجل بالعالم بتلاقوا اللي حازوا هالصفة دائما توفوا بعمر صغير 22-26 سنة وهيك لأنهم مصابين بمرض يطلق عليه العملقة سبب مرض العملقة هو خلل بإفراز هرمون النمو من الغد النخامية لأسباب خلقية أو وراسية أو أورام بالغد النخامية المهم هرمون النمو هذا هو المسؤول عن ذكاء نمو العظامي اللي حكينا عنه ويلي بيخليها تنمو بمراحل دقيقة ومتباينة تماشيا مع نمو أجهزة الجسم وبعدين تتوقف عن النمو بمرحلة البلوغ هذا النمو يلي لو استمر رح يؤدي للموت لو استمر بدون ما يتوقف في مرحلة البلوغ السؤال اللي بدنا نسأله للتطوريين أنه الخاصية هي كيف نشأت يعني مين حدد كيف وإمتى بدها تتوقف العظام عن النمو إذا كان الموضوع تطوري وقدرة النمو تطورت لحالة فيفترض أن العظام تظل تنمو طوال الحياة مين يلي قال لهون وبيكفي وأكثر من هيك لما بيحدث كسر العظم مثلا تعرف كيف يلحم العظم؟ بمجرد أنه يحدث كسر في أحد العظام وخلال بضع ساعات تبدأ تجلطات الدم بالتشكل حول الكسر بعدين تبدأ خلايا خاصة تسمى الخلايا البلعمية وهي جزء من الجهاز المناعي للجسم داخل هالتجلطات الدموية بتقوم بتنظيف فتاة العظام وقتل أي جراسيم تكون قد وسطت داخل منطقة الكسر بعدها يتم إنشاء النسيج اللين يلي بتكون معظمه من الكولاجين حول الكسر وبتستمرها المرحلة بضاية أيام بعدين بتشكل النسيج العظمي الصلب المكون من خلايا العظم البنائية بالإضافة لبعض المعادن وهمها الكالسيوم لجعلها العظام المتشكلة أشط صلابة أخيرا يتم إعادة تشكيل العظام عن طريق خلايا خاصة تسمى الخلايا الآكلة واللي بتقوم بإزالة الخلايا العظمية الزائدة حول الكسر حتى يلتقم العظم تماما ويعود لشكله الأصلي يعني الطبيب بحالة الكسور البسيطة هاي مهمته فقط وضع العظم المكسور على بعضه وتثبيته لفترة ليقوم العظم بنفسه بالالتقام بالطريقة اللي حكيناها أو بكلمات أخرى خاصية النمو اللي حكينا عليها وبعد ما تكون توقفة تماما بترجع بتنشط فجأة في حالة الكسور لتقوم بجبر هالعظم وإصلاحه وبعد ما يتم الالتقام بترجع بتتوقفها الخاصية ولو كان الموضوع جرى بشكل تطوري كان العظم استمر بالنمو إلى ما شاء إلى ما شاء الطبيعة وكان مات الإنسان يلي عم يتطور وما شفنا هالنسل السعيد أما إذا كانت الطبيعة كمان هيك فكرت لحالة وقالت لهون بس إنه بس يصير عمره عشرين سنة وقف نمو العظام لكان بحال الكسر ما في وسيلة للجبر لأن نمو العظام متوقف أما أنه ينمو بسرعة محددة لكل مرحلة عمرية ويتوقف عند البلوغ وبيرجع ينمو بحالة الكسور بقى هاي شو بدها؟ بدها سبحان الطبيعة التطوريين ما بحسوا هالموضوع ولا ردوا عليه ولا بظنوا رح يردوا بس نمو العظام الزكي بيوقف نمو نظرية التطور ويحجمها كثير إيه نعم إيه نعم ترجمة نانسي قنقر